أنا شخصياً شحلة دي ما بقيت كندخل فيسبوك هاد الجملة إلا رجعنا واحد عشر سنين اللور يمكن عمرني كنت 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 تخيل راسي غيجي شي نهار ونقولها بكترت ما فيسبوك كان واحد الموقع اللي ضروري ندخل ليه جوش ثلاثة أربع ديال المرات في النهار كنت دائماً كان خاف لتفوتني شي نوتيفيكيشن ولا نتعطل باش نأكسبتي شي فريند ريكوست دير شي معرفة دير اللي ابتدائي فيسبوك كان خدا واحد البلاصة محورية في العلاقات الاجتماعية ديالنا ولضروري يكون عند الناس اللي ما بغينش يبقوا معزولين من العالم الرقمي في 2010 المخرج ديفيد فينشر خرج فيلم سميته The Social Network فيلم اللي كتبوه أران سوركين واللي تبازى فيه على الكتاب The Accidental Billionaires ديال بن ميزويتش فهذا الفيلم ومن نظرة اللولة يقدر يبال لنا فيلم على المؤسس ديال فيسبوك مارك زاكربيرغ ولكن فاش كان تمعنه في الفيلم مزيان كيبال لنا بلا القصة هي كبر من شخص واحد لحقاش إلا كان مارك بعيد علينا ولا على الأقل عليها من ناحية ديال العبقرية والدكاء فراف هذا الفيلم كان كتشفو بلا هو قريب لنا من ناحية أنه تهوى بنادم كيعيش لغضرر الإحباط والخوف والحاجة اللي يمكن كنت قاسموها بزاف معاه هو الإحساس بالوحدانية في هاد الإيرا ديال ديجيتل مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال السوريما بودكاست في هاد الحلقة ما غاديش نهضروه على الفيلم كامل ولكن بغيت نركز على الأوبنينج سين لأنه بالنسبة لي هاد اللقطة ديال الافتتاح واعرة بزاف وكتعطينا معلومات دقيقة على شكون الشخصية الرئيسية وعلى أشنو بالضبط هاد الفيلم كيهضر ولحقاش هاد اللقطة اللولة تصورات في اليوم الثالث ولا الرابع في تصوير خلات حتى جيسي آيزنبرغ الممثل اللي غادي العب الدور ديال مارك زاكربرغ أنه يتأقلم مع الشخصية اللي غادي العب في الشهورة اللي غادي جي الناس اللي ما زال ما تفرجوش في الفيلم وكيخافوا من الحريق يمشو يتفرجو على الأقل خمسة ديالتقايق اللولة منو عادي يرجعوه ولي ما عندهمش غراد يلا نبداوه الأوبنينج سين ديال الفيلم كنشوفو فيها جيسي آيزنبرغ اللي كيلعب الدور كيما قلنا ديال مارك زاكربرغ وروني مارا اللي كيلعب الدور ديال إيريكا اللي هي صاحب تودك الساعة وجوجهم قالسين في طابلة في شي بار عامر بالناس اللي كنشوفو فيها كوبل كي هدرو على مواضيع اللي من أهمها الرغبة ديال مارك باش يدخل الفاينل كلوب وباش نفتحوا واحد القوس ونسدوه دغية إلا كانت دخول الجامعات بحال هارفورد صعيب وكي تقنبس بالا ديال الفلوس فراه بمجرد أنك تدخل هاد الجامعات ماشي كافي باش تهنى تماما على المستقبل ديالك الفاينل كلوبس هم نوادي ديال التلاميذ اللي كيمكنوا أي واحد تدخل لهم أنه هو اللي عضو ديال واحد المجموعة السرية وهاد المجموعة مكونة من ناس كيكونوا عندهم نفود ولاد ناس مهمين في الأغلبية ديالهم وضامنين المراكز مهمة بدرجة 99% صوروا معايا الأعضاء ديال البورسيليين كلوب اللي هو واحد من هاد الفاينل كلوبس أنهم عندهم قاسم مشترك مع الرئيس أمريكي ثيادور روزفيلت اللي كان واحد من الأعضاء دياله ونقدرون تصوروا أن هاد العلاقات تمكن من فتح بعض الأبواب باش نلخصوا إلى كانت الجامعة غادي تعطيك العلم والمعرفة فراه الفاينل كلوبس غادي يعطيوك النيتورك والكناكشنز باش ندخل الفاينل كلوبس ما كان لا دوسي لا طالب لا تشي حاجة خسك تسنى حتى هما يتصلوا بك إذن بالنسبة للناس اللي باغين يدخلوا الفاينل كلوبس ما كيعرفوش شنو خاصهم يديروا بالضبط ولا كيفاش يجبدو عليهم الأنظار والاهتمام معليناش رجعوا لقصة ديالنا فالحوار بين مارك وإريكا غادي وصلوا لنقطة العودة اللي غادي تخلي إريكا تقطع العلاقة ديالها مع مارك ولكن في هذا الضرف الزماني الشخصيات والأحداث غادي تخلينا نفهموا بزاف ديال المعلومات المهمة اللي غادي تفسر لنا شوية شنو هي الشخصية ديال مارك زاكربيرغ غادي نبدو هاد تحليل من ناحية ديال الشكل وهنا في ناكبان القوة ديال ديفيد فينشر اللي عرف كيفاش يرجع حوار بحيش لقطة ديال أكشن اللقطة فيها خمسة ديال دقايق تقريبا وفي المونتاج فيها مياة واربعطاش الكاتس يعني كندوزوا من صورة لصورة معدل ديال تقطيعها كلها ثلاثة ديال تيواني هاد الواتيرة العالية كتعطي للسين واحد شعور بالأكشن والحيوية بحيلة نايدة البونية ولكن غيب الهضرة النوعية ديال الشاتس اللي كاينين تهو ملعبين واحد دور في الميور بعطاش الكاتس اللي كاينين في هاد المشهد كنشوفوا غير ثلاثة ديال المقاطع اللي كيبانوا فيهم الشخصيات بجوجهم فيس توفيس الشي اللي تفعنين حاول نفهم علاش شفنا غير ثلاثة ديال الكاتس اللي كيبانوا فيهم بجوج اللقطة اللولة يمكن بينة لحقاش كاتبين المكان اللي هما فيه وكتلعب الدور ديال الستابلشين شات كتورينا فين قلسين بالضبط وكيفاش ديال الأجواء تما والاخرة فاش صاحبتو كتسلي العلاقات ديالو به فراه باش نشوفو انه ولا واحد اما المشهد في الوسط فكتقول فيه اريكا باش نطلبوش حاجة ناكلوها هاد الجملة ما كنظنش لحقاش كان فيها الجوع بالضرورة ولكن هي طريقة استعملاتها باش تبدل الموضوع ودوز لحاجة اخرى لحقاش بانليها مارك طول في واحد الموضوع اللي يقدر يدفعهم للتباز يعني بغا تبدل السعاب اخرى الشي اللي هو ما استغلوش وبقى موسر حتى جاباف راسه اذا ممكن انا استعمل هاد تو شاتس في الوسط ديال الحوار باش يبيل لنا الفرصة الاخيرة لهاد الكوبل انه يتصوفا هادش كيبقى تأويل ديالي الي بانتليكم شي حاجة اخرى راكيني الكومنتس باش نستافدو جميع اما ال 111 كتس ال 111 كتس الاخرين فراه ياما كلوز اوب على الوجه ديال واحد من الشخصيات ولا اوور ديال شولدر شات يعني كنشوفو الشخصيات وطرف ديال الكتف ديال الشخصيات تانية هاد النوع ديال الشوتس كيخليونا نتقربوا من الملامح ديال وجه ديال الممثلين ونقرأوا حسن المشاعر ديالهم من غير الايقاع ديال المونتاج فراه الطريقة ديال الهدرة تهيئة مهمة كيفاش الممثلين كيهدروس السرعة ديال الهدرة والنيفو ديال الصوت كلو مدروس بواحد دقة المخرج ديفيد فينشر قبل ما يوصل التصوير ديجا دان معهم حيصص كتير ديال ريهيرسل وحتى في الوقت ديال التصوير كيدخل مع الممثلين فنية وراء كل كلبه باش تتقال بالطريقة الصحيحة وباش هاد السنس ديال الرياليزم الواقعية يبقى محفوظ خلال الاكستراز اللي هما الممثلين اللي كيكونوا تانويين ولي غالبا مخصومش يهضروا ولا يشوشوا على اللقطة خلالهم يهضروا بحالي لغوما في بار نيت الشي اللي يتفعل الممثلين الاساسيين انهم يعليوا شوية من صوت ديالهم باش يسمعوا بعضياتهم في الصناعة ديال الافلام كانين جوش ديال المدارس كان اللي كيبغي ان الممثلين يسيدوا من ريوسهم ويدلوا شوية الامبراو وكينين لي بالنسبة لهم الهاضرة موهمة وخاصة تحفظ كيف ما تكتبت باش ما تتبدلش المعنى ديال القيصة ديال الاساسي هو من الافلام لي فيه الكلام خاصو يتقال كيف ما تكتب هناك محفوظة عن هذا لا تستطيع أن تفعل ذلك مع هذه الصورة إنه ممتع للغاية ويسبب له يجب أن يكون لديك محفوظة عن اللغة ويسبب ان يتقالي اللغة نعم 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 في هاد اللقطة أيرون سوركين كي صحح روني مارا لحقاش قالت يعني كل شي في بلاست أي واحد هذا التدقيق اللي يقدر يبان زايدين فيه هو في الحقيقة مهم واحد اللي كيقول أي واحد فيها نوع ديال الاحتقار بحلفش كتضربش يكون تسيزوف مع ولاد الدرب وكيقول لك شي واحد راه أي واحد كعرف يديرها ماشي بحل كل شي اللي دخل فيها أنا وانت والآخر الهدراق قبل ما تقنع الجمهور خاصة تقنع الممتيل اللي كيلعب الدور والممتيل باش يتقنع خاصه يعرف الشخصية اللي كيلعب مزيان باش يفهم أنها النوع اللي كتقول أي واحد وماشي كل شي اللقطة تصورات تسعود و تسعين مرة تخيلوا معايا الممتلين كيلعبوا نفس اللقطة تسعود و تسعين مرة تقدر شبهان بحل إلى هاد الإعادة غدي تجيب لهم الملل ولكن لحقاش دافيد فينشر كيعطيهم فيدباكس على كل إعادة فرا كيكون واحد تبرير وكيكون في حين الممتلين واحد الأبجيكتيوت ولا نيو جولز اللي خاصهم يوصلوا لهم دابا ندخلوا في المضمون ديال هاد الحوار وكيفاش كيعطينا معلومات على الشخصية أنا بل يب ثلاثة ديال النقطة مهمة اللولا كتبين أن هاد الكوبل مدويش على نفس الشي يعني بحل في الموسيقى باش الانسترومنس يلعبوا في التجانس خاصهم يكونوا متساويين مع بعضياتهم وهما الهدرة ديالهم كاملة آوت أوف تون السرعة باش مارك كيدوز من موضوع الموضوع كيخلي أريكا ممتبعش مزيان هي بقى كتدو على الشينوى وهو راديز الحاجة أخرى السيدة مبقيتش عارفة علاش تنيش هاد السرعة ديالتفكير والترطيات ديال مارك كتبين أنه شخص مزروب ما كيدويعش الوقت وأنه كيبغي يهضر على راسه بزاف السيد بادي الحوار بدراسة على العباقرة في الشينوى طرحوا لراسكم السؤال شكون نوع ديال الباشر اللي غديدير هاد النوع ديال البوحوت شي واحد اللي تايق أنه عبقاري وبغي يعرف شحال ديال الناس بحاله كينين في الكون النقطة الثانية هي أن هاد السيد تيبان عنده مشاكل في التفاعل الاجتماعي هو شخص براغماتي فوق العادة إذن بحل ما عندوش الوقت للضحك وهذا ضحك مهم بزاف حنا في العلاقات ديالنا لأنه كيسهل التواصل مع بالأفراد في المجتمع ويقدر يطيح التوتر ديالشي موقف وزيد وزيد هنا أريكا كتحاول أنها تقشب وكتستخدم بوحد الحيط ديال سيريوسنس ديال مارك من المجتمع من المجتمع لا يتعرف في مجتمع هذا سيريوس على الأخر أحب أن أحب المحاولة الثانية هي اللي هضرنا عليها من قبل وهي فاش كتبغي تقلب ستت سعود هنأعو تاني مارك كيف هم النية ديالها لحقاش كيقول لها واش بغيتين نبتلوا الموضوع بكل وضوح لأنه براغماتي وجواب ديالها على هاد السؤال كيلقص عدم تفاهم ديالهم إذن كتجاوب على السؤال واش نبتلوا الموضوع بلا لا ولكن هاد الله هي غير ديال الصواب والأداب هاد الله كتعني آه بدل عليها هاد الموضوع لحقاش كتقول ليه بلا طوله وحسات براسها بحالي لازقلات عيد ميلاد من يبدو هاد الحوار وكتاخد قاع الانيشيتيف باش يرجعوا لموضوع ديال الشناوة ولكن مارك اسمع غير هادك اللا وفهم غير الله إذن كمل في الموضوع دياله فاشل قدي أحمدت إريكا غدي تفوت الهيومر وغدي تدخل في التهكم وهنا الهيومر غدي تقسل قاع في الأخير فاشل غدي تقول ليه بسلامة من لول ديال الحوار وقبل ما نوصلوا لهذه اللحظة مارك طرح سؤال واحد الشي اللي غدي دين لنقطة ثالثة ولي هي الترنينج بونت ديالهد الحوار الجملة اللي بالنسبة لي غدي تبدل كل شي بيناتهم ولي غدي تعطينا معلومة مهمة على مارك سؤولاته على شنو هو أسهل فاينال كلوب يقدر يدخلي واحد اللي تايق في رأسه وعنده واحد الإيقو كبير إلا طرح عليه هاد السؤال اللي قدر يبان عادي فرح جرح تي في السيلف استيم دياله وشكي في القدرات دياله بحي اللي قلت إليه شوف اللي سهله هي اللي تقدر تدخل لها فهذا النقطة كان فهمو أن مارك ما بغيش غي ينجح في الحياة ولكن بغي يكون أحسن واحد على الإطلاق كان فهمو أن الطموع دياله كبير بزاف وتيق في القدرات دياله بش يوصل أما في النقطة فاش أريكا سالت ما هك نشوف شخص وحد آخر شخص اللي غدي يطرح بزاف ديال الأسئلة ويحاول يدير واحد المارشاريير وقاع يستعمل التقنية اللي استعملتها إيريكا من قبل ديال ولكن كان فات الأوان هد خمسة ديال دقائق اللولة ديال الفيلم كانت تعطينا واحد العادة ديال المعلومات الأساسية اللي غدي تخلينا نفهم القصة والشخصية كنشوف كيف الشخص اللي غدي يصيب أكبر موقع التواصل بين الناس في العالم الافتراضي ما عندوش القدرة على التواصل مع الناس في الواقع الحاجة اللي تقدر تفسر كون هاد الاختراع أثر علينا تحنا كبشار والطريقة باش كنتفعلوا مع بعضياتنا لأن نكونوا من المساندين وللمعارضين وللمحايدين ديال فيسبوك الحاجة اللي ما فيها الشك هو أنه بدل فين شي حاجة شكرا لتتبع ديالكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة